أجواء اجتماعات فيينا كانت ملبدة بالغيوم على وجوه المفاوضين وجوم والإشارات التي تصدر عنهم إما إماء أو تصريح مقتضب يوحي بأنه لا فائدة ثم فجأة بعد جوالات شقة استمرت 18 يوما توصل المجتمعون من إيران ومجموعة الدول الست إلى اتفاق يحسموا جدلا كده يصبح خلقة مفرغة بشأن برنامج إيران النووي وصف الاتفاق بالتاريخي بإشارة الأمل للعالم بأسره وبأنه خطوة بداية لعلاقات جديدة مجمله دون الدخول في تفاصيله التي كامن فيها الشيطان كثيرا رفع العقوبات مقابل فرض بعض القيود مع احتفاظ الغرب بإمكانية إعادة الحصار الاقتصادي خلال 65 يوم إذا لم تلتزم إيران إيران إذن قد لا تصبح مجددا ضلعا أساسيا في محور الشر والولايات المتحدة قد لا تصير بعد اليوم شيطانا أكبر فالبعض يرى فيما تم التوقيع عليه صفقة سياسية أكثر من كونها اتفاقا نوويا وفي دول الخليج التعبير اللفظي كان عن الأمل في اتفاق يعزز الاستقرار لكن كل الإشارات القادمة من هناك توحي بالقلق كيف ترون تأثير الاتفاق ما بين إيران والغرب وبالتبعية رفع العقوبات التدريجية عن إيران على دورها في المنطقات هذه نقطة حوار جديدة أنا محمد عبد الحميد وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة على الهاتف 00442077650211 نصيا على 0044793040407 أيضا على bbcr.com على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك أو صفحة شخصية على تويتر أات محمد أندرسكور نيوز لدينا كالمعتادة الكثير من الوسائل الإلكترونية للتواصل مع نقطة حوار اختار واحدة أو أكثر ويتابعها جميعا اليوم زميلي حزم الخولي حزم أهلا بك أهلا بك محمد محمد في الحوار اليوم تحليلات كثيرة للمشاركين بشأن الاتفاق الجديد هذا الاتفاق الذي جعل العالم كله يحبس أنفاسه إلى أن صدر تحليلات من نوعية من المستفيد ومن الخاسر وما تأثير هذا الاتفاق على المنطقة سنتعرف على كل هذه التحليلات وأبرز الأراء التي وصلتنا لاحقا في البرنامج شكرا جزيلا يا حزم سأعود إليك إذن لاحقا لاتعرف على كل هذه الأراء وأبدأ في عرضها كذلك مع مجموعة من المتصلين على خطوط الهاتف علي ونور وحسن أبدأ مع علي علي أهلا بك هل نحن بصدد اتفاق يعتبر سلبي أم إيجابي ما هي الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية من وجهة نظرك الاتفاق هو تاريخي بكل المقاييس كما صنفه البعض لكن أين السلبيات وأين الإيجابيات أخي الكريم اتفاق سلبي بالنسبة للخليج والمطن العربي ككل إيران هي صنيعة الغرب وأبدا ما كانت عدوا لهم بل هي ربيبتهم السؤال الحقيقي لماذا سمح الغرب للشيعة بتكوين إمبراطورية كأمبراطورية إمبراطورية ولم يسمح للسنة فهذا يدون على أن إيران لها دور سلبي وعندما بدأت الثورة السورية عام 2011 يعني فرفت جميع ما في إمكانياتها حتى تكون الحرب طائفية بانتياز وهذا ما حصل الآن في سوريا طيب بس ما يتعلق بالملف النووي الإيراني على وجه التحديد أين هو البعد الطائفي في الموضوع يعني العداء موجود وواضح ما بين الغرب وإيران بشكل كبير لا يستطيع أحد أن ينكره إلى حين أو إلى وقت تحقيق هذا الاتفاق أليس كذلك؟ هذه الشعارات الموجل الأمريكية هذه الشعارات فقط طيب لماذا أخذ الأمر منهم أكثر من عشر سنوات حوالي 13 سنة تقريبا للوصول إلى اتفاق إذن إذا كان ما فيش خلاف وهذه مجرد شعارات برأيك الخلاف لا يوجد خلاف بين السياسة الأمريكية والسياسة الإيرانية طيب علي شكرا جزيلا نور الدين يتحدث من مصر نور أهلا بك من المستفيد ومن الخاسر في هذا الاتفاق إذن برأيك؟ هو لا السؤال اللي كله حيطرحه هل الاتفاق ده حيثبت بقولك إن في شعلا كان فيه ثلاث اتفاقات بين أرام وأمريكا وليس كما هو مشاع أو كما هو منصور على الإعلام إن فيه خلافات وإن فيه ثراعات بينهم من الاتنين معرضة لا دايما ما كان فيه على السوشل ميديا أو على الإعلام بإن أمريكا يتحدث منهم ظاهرا ثراعات وخناعات وخلافات لكن في نفس التراضيزة فيه اتفاقات وفيه اتفاقات على ضد المصدر 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 العرب أو الشاتق عصد عموما اتفاق ده حيثيري شكوك أكتر وأكتر وهل ده حيثبت وهيجزم؟ لا يعني كان فيه اتفاقات دين ومزنوا لا بس لو جينا وبصونا للجانب الإسرائيلي الآن إسرائيل معطربة على الاتفاق زي ما نتنياهو صرح كارثة تاريخية هنا هيحصل اتفاق وضعه واضح فرد الفعل اتفاق ما بين إسرائيل والسعودية كرد فعل ضد الاتفاقية فبقضوا ده الناس اللي هتقول إن فيه سرعات هايقول آه نسلسل ده كافية سرعات مستيش إنها فيه اتفاقات بينهم فالاتفاق طبعا ده يعني حيؤدي إلى بلبلة حيؤدي إلى أنه هيبقى فيه نقول إيه تعارض وتغيب نظر طيب بس ما معنى ذلك أن الخاسر هو الدول العربية برأيك كما أفى من حديثك لا يعني هو مش الخاسر ولا حاجة هو السياسات السياسات مختلفة عن الشعور طبعا هو يعني من أول الصورة الإيرانية من أول خميني وهو معروف إن فيه طرعات من إيران وأمريكا من ساعة من خميني وهو لما حبث السفير الأمريكي أو يعني حبث اللي هما في السفير الأمريكية وقاتل إلى استقارة الرئيس الأمريكي في عائدها في آخره يعني من ساعة الإصفار الإيرانية وهو فيه طرعات بين أمريكا وأيران أنا مش معا قوي الناس اللي بتقول إن فيه اتفاقات من هالطرابيضة لك أنا بقول إن إن اتفاق ده هيؤدي إلى 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 يعني هيبقى فيه نوع من أو من أو من يعني عايز أقول نوع من يعني يعني إن النساء تبقى محتارة هل فعلا فيه أمريكا وأيران ولا هي بلأة وهل الاتفاق ده ضد الإسرائيلي ولا ضد العرب يعني الاسمين إلو العرب لهم نفس رب الفعل فداي يعني النساء تبقى في ودي حياء طيب فاهمني فاهمك شكرا جزيلا يا نور وجهة نظر واضحة وأستمع كذلك لوجهة نظر ضيفي من العاصمة الإيرانية طهران سيد محمد علي مهتدي مستشار مركز الشرق الأوسط للدراسات سيد محمد أهلا بك وزيرة الخارجية تحدث عن أن الاتفاق ليس مثالي صحيح لكنه أفضل ما يمكن الحصول عليه الآن لماذا لا يعد الاتفاق مثاليا ما الذي كان ينقصه طيب سيد محمد أبداً يعني المفاوضات يعني أنت تأتي وأنت تأخذ فاهم يعني الكل لأن هذه اللعبة لعبة رابح رهبة لأنه يجب أن يربح الجميل فلا يمكن لأي طرف أن يصل إلى يعني مئة في المئة إلى ما ما يريد إذن كل طرف بإمكانه أن يأخذ حصة ويصل إلى قسم من أهدافه لذلك نعتبر أن هذه اللعبة أو نتيجة هذه المفاوضات هي لصالح الجميع الكل ربحوا إيران ربحت وأمريكا والغرب وروسيا والصين والمجتمع الدولي والشعوب في هذا الإقليم طيب لكن ما الذي كان ينقص إيران أو أنت قلت أنت تربح جزء وتخسر جزء ما الذي خسرته إيران من وجهة نظرك؟ أي إيران لم تخسر شيء يعني قبلت ببعض التضييقات في موضوع البرنامج النووي في موضوع التقسيب الأورانيوم نوعا ما البطء في العمل أو في الأبحاث لمدة ثمانية سنين يعني كل هذا من أجل إيجاد حالة من الثقة لدى الطرف الآخر لأنه أهم موضوع موضوع فقدان الثقة لذلك كان يجب على كل طرف أن يقبل بشيء ما من أجل بناء الثقة لدى سيد محمد طيب حتى واضحنا الخط فيه مشكلة قوية كما يبدو لكن حتى يعود سيد محمد بشكل أفضل ربما أستقبل إتصال هاتفي آخر كهيلان حنفي يتحدث من العراق كهيلان أهلا بك حسبك الربح والخصارة في هذا الاتفاق كيف تقيمها من وجهة نظرك؟ نعم أنا أبدأ بما صرح به وزير الخارجية الإيراني بعد إضرام الاتفاقية بين الخارجي والإيراني حيث وصف وزير الخارجية الإيراني ساقل الاتفاق بأنه حدث التاريخي نعم هذا الاتفاق عدو جالسا كبيرا بنسبة للإيران لأنها قد تستبر يتراثا على المستوى العالمي لمشروعية برنامجي النوي إضافة إلى أن الطريق أصبح ممهدا بعد التوصل الجانبين إلى هذا الاتفاق أصبح الطريق ممهدا لخروج إيران من غرفتها اتصادية وغرفتها السياسية ودخوضها إلى السلطة الطاقة وبذلك سيشهد الاتفاق الإيراني حسنا أما بالنسبة للخسارة أنا أعتقد شخصيا نحن نعتقد شخصيا بأن إيران لا تستطع أن تمارس تلك السياسة التي كانت قد مارستها التي كانت مارستها في سنوات السابقة فهي اعتمد على سياسة عدائية للجانب الأمريكي لتوسيع نفوذها وتمددها في المنطقة ونحن نعطف بأن مؤجم السياسي الإيراني مليء بالمفردات التي تصف أمريكا والغرف بالشيطان الأكبر والإكتبار كايلان سأعود إليك ابقى معي وأعود لسيد محمد مرة أخرى أتمنى أن يكون الخط أفضل الآن سيد محمد أنت كنت تتحدث عن بناء الثقة ما بين الطرفين لكن هل تعتقد أن هذه الثقة فعلا وصلت إلى منطقة يمكن البناء عليها لوران فابيوس مثلا ما زال يتحدث عن أن العالم سيراقب إيران جيدا عن قرب أين ستصرف الأموال التي سيتم الإفراج عنها على وجه التحديد ما زالت إيران مهددة أن تعاد العقوبات مرة أخرى عليها بعد مدة 65 يوم إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق مرة أخرى سيد محمد ليس معي للأسف كايلان أنا آسف قاطعتك اتفضل أكمل وجهة نظرك كايلان إيران لا تستطيع أن تدعي بأنها تمثل كافة الممانعة وتعتمد على مفردات العدائية للفربي وأمريكا من أجل توسيع سياستها التوسعية وتمدد تمدد نصوصها في المنطقة يعني لا يمكن ولا يؤقل إيران يعني لا يمكن لإيران أن تقيم علاقة مدية مع الغرب على أرض الواقع في المنطقة تمارس سياسة يعني لا تتفق مع مصارح الغربية طيب بس هو الغرب بالتأكيد مدرك لما ذكرته وبالرغم من ذلك هو ساعة للوصول إلى هذا الاتفاق مع إيران والجانب الآخر بالعكس يرى أن المصالح الإيرانية الغربية الآن تقربت بشدة لدرجة أن إيران منشحة أن تكون الحليف الأبرز الآن للقوى الكبرى على رأسي الولايات المتحدة مثلا نعم فعلا بأن الإيران أصبح قد انتقلت من موقع العدو إلى دائرة الأصدقاء طيب إذا كان إيران أصبح في دائرة الأصدقاء فلا يجوز بإيران أن تمارس سياسة في الدول المنطقة لا تتفق مع مصارح الغربية وأنا أعتقد بأن على حامش المباحثات قد تم الحديث عن كثير من المدفات الدقينية المتعلقة بالجانب الإيراني وسنشهد في أيام القادمة تأثير وإنكال هذه الاتفاقية على الأرض الواقع طب بس مثل ماذا هذه السياسات كيلان؟ مثل ماذا؟ يعني أنت تقول أنه يجب عليها أن لا تمارس سياسات ضد مصالح الدول الغربية مثل ماذا؟ نعم، يعني على الأقل يجب أن تمسح سياسات تلك المفردات التي قد اعتمد عليها ووظفتها لإستساب عاصفة شعوب المنطقة هذا أولاً، ثانياً أعتقد بأن كلام سابيوس في مكانه يعني هم لا يقبلون من إيران يعني توظف تلك الأموال التي يرفع الحضرة عنها في تميل تلك الجماعات التي يصانفها الغرب في طائمة الجماعات المغطرفة طيب، يعني واضح أن إيران مستفيدة لكن إذا استطاعت أن تلعب بذكاء إذا جاز أن نقول وتستغل بنود هذا الاتفاق من الخاسر من وجهة نظرك في الاتفاق ببنوده الحالي؟ لا يوجد الخاسر، لا يوجد الخاسر في هذا الاتفاق كمان بالطرف الغربي والأمريكي يعني هم يربحون من هذه الاتفاقية طيب، حتى دول الخليج البعض يقول مثلاً أن دول الخليج ربما تكون أكثر المتضررين لأن التقارم ما بين إيران والغرب عادة قد يسحب البصات من تحت دول الخليج مثلاً أو حتى قد يمثل خطورة على المنطقة الخليجية كما يرى البعض يا سيد العزيز، الدول الخليج دابت أن تستوى فهذا الاستيقاظ وهذا التطور ونحن نشهد الآن التحارض في السياسة السعودية التي تمثل دوراً قيادياً في منطقة الخليج تحركاً سعودياً نحو دول الأخرى نحو الصين، نحو روسيا فهي أصبح مدركة بأن أمريكا لا يمكن أن يؤول عليه لأنها ليس صديقاً دائماً بل هو المصالحه أينما خبر الريح هو يتجف بهذا الاتجاه طيب، إذن الخليج لن يتضرر لأنه سيبحث عن شركاء آخرين خلينا استمع لوجه نظر علي يتحدث من السعودية إذا كان يتفق معك أم لا علي، هل ستضرر الخليج؟ هل ستضرر السعودية على وجه التحديد بالتقارب البادي ما بين الغرب وإيران والاتفاق الأخير؟ يا علي حسن من المغرب علي السلام عليكم عليكم السلام حسن أهلاً بك اطرح وجهة نظرك، تفضل شكراً أخي على الاستدافة أهلاً وسهل أعتقد أن الملف النموي الإيراني هو ليس وديد يوم وملف قديم وكلما يريد الغرب أن يغطي على استراتيجية الشرق الأوسط الجادية إلى آخرين يخرج لنا الملف النموي الإيراني أعتقد أن إيران كانت تملك ولازلت تملك تكنولوجيا نموية بين قوتين ويمكن أن نقل تلع نووي بمساعدة الغرب طيب بس لماذا يلجأ إلى حل إذا كان الغرب هو الذي يحرك هذا الأمر ويحتفظ بالملف النووي ورقة في يده لماذا يلجأ إلى حل هذا الملف الآن برأيك وهو في أشد الحاجة أن يبقى ممسكاً بهذه الورقة هي فقط مصرحية مصرحية بعد سنوات وأسهول سيقولون بأن إيران لم تنتزين إلى آخرين إلى آخرين لا أظن بأن إيران تكنولوجيا نموية أو تصنع تكنولوجيا نموية بمساعدة روسيا ودون علم أمريكا يعني أمريكا على علم وإصرح الكذلك والدول الغربية يعني فقط هي مصرحيات لإلهاء دول الخارج لكي تقول لدول الخارج بأن أمريكا تحاصر وتجمد أموال إيراني إلى آخرين وفي الحقيقة هي تتاند لضم إيراني وتتاند الإتراتيجية الإيرانية التي هي التي طيب على الخارج إلى المحيط طيب حسن شكراً جزيلاً ودعني أرحب بضيفي مرة أخرى سيد محمد علي مهتدي مستشار في مركز الشرق الأوسط للرسات الاستراتيجية هذه المرة على الهاتف للأسف لأنه واضح أن خطوط الأقمار الصناعية ليست واضحة يا سيد محمد أتمنى أن تكون تسمعي الآن بشكل جيد مضبوط أنا أسمعك على أنك طيب جيد جداً أنا أسمعك بشكل جيد جداً أتمنى أن يبقى الاتصال كذلك قبل أن ينقاطع الاتصال عبر الأقمار الصناعية كنا نتحدث عن فكرة الثقة المتبادلة وبناء الثقة فبيوس يتحدث عن أن الأموال التي ستحصل عليها إيران يجب أن تبقى تحت المراقبة وهناك كثيرون يتخوفوا كثيراً من أن لا تلتزم إيران لذلك هي قيد فترة اختبار بين قوسين لمدة 65 يوماً إذا لم تلتزم تعود العقوبات مرة أخرى هل لدينا أو مازال لدينا خلل في الثقة؟ تعتقد موضوع أن الأموال تحت المراقبة أعتقد أنه غير صحيح لأنه ماذا ستفعل إيران بأموالها مسألة شركية يعني هذا تعود إلى الحكومة وعلى الدولة يعني أكل إثارة الموضوع موضوع صغير جداً نحن عقدت مرحلة جديدة إكليمياً مرحلة من التعاظن بين الجميع وإنهاء السراعات وإيجاد الاستفراف في المنطقة فإن إيران ماذا ستفعل بنات مليار دولار من أموالها المبادئة بالبنوك يعني هذه مسألة صغيرة بس هي ليست صغيرة للدرجة سيد محمد لأن هناك أنشطة معينة طيب هي ليست صغيرة للدرجة لأن هناك أنشطة معينة ربما لا يرضى عنها الغرب مثلاً أنشطة ذات بعد سياسي أو حتى بعد عسكري في بعض الأحيان قد يتهم البعض إيران أنها مسؤولة عنها تمويل جماعات بعينها في دول أخرى أو استمرار السعي للحصول على أسلحة معينة أو استغلال الأموال بطريقة قد يصنفها الغرب على أنها طريقة غير لائقة مثلاً بصرف النظر عن إجراء بعض الإصلاحات داخل الدولة هذا أمر آخر أولاً الدولة الحكومة بحاجة إلى هذه الأموال ثانياً مستقبلاً سيكون هناك علاقات اقتصادية ارتليلية وإيران في طريق الحريق ستتحول إلى مركز اقتصادي كبير مقابل هذه المشاريع الضخمة العملات المستقبلاً موضوع أن ماذا ستفعل إيران بكم مليار دولار من أمضالها مسألة سخيفة جداً مفهوم خلينا نتجاوز هذه المسألة الصغيرة السخيفة جداً لكن ما الذي ستفعله إيران بسياستها بعد عقود طويلة من تصنيف الولايات المتحدة مثلاً على أنها الشيطان الأكبر بدأت نافذة للانفتاح على العالم مرة أخرى هل ستغير إيران من لهجاتها الخطابية؟ هل ستغير من سياستها حتى تستطيع أن تستفيد بالمزيد من الأموال والمزيد من الانفتاح الذي تفضلت وأشرت إليه؟ يعني المعصف أن بعض الجهات الصحفية يصدرون الموضوع كأنه هناك تحالف استراتيجي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ويتساءلون أنه ماذا حصل بالنسبة للشيطان الأكبر نحن فقط قمنا بمفاوضات مع خمس دول كبرى منها الولايات المتحدة الأمريكية لحل هذه المسألة والحل القضية النووية برنامج النووي الإيراني بالنسبة للعلافات الثنائية بين إيران وأمريكا وبالنسبة للسياسات إيران تجاه أمريكا والسياسات أمريكا تجاه إيران يعني من المذكر أن نتحدث حول هذه المواضيع بدون أي شك إيران لن تكون حليفة أمريكا في المنطقة هناك خلافات كبيرة بين الجهتين بين إيران وأمريكا ماذا خلاف إيديولوجية وسياسية وإستراتيجية ولكن إذا كان هناك مساحات إثنينية متعاون بين الجانبين فإيران مستحدة للتعاون مع الجميع منها مدوم مكافعة الإرهاب والتيار التكثيري الذي يغزو المنطقة ويهدد الجميع فالجميع يعرف أن مكافعة هذه التيارات المدنرة الهدامة بحاجة إلى تعاون إثنين طيب بس جيد لكن إيران تحاول أن تكسر العزلة السياسية والاقتصادية الآن يا سيد محمد هل تعتقد أنه من المنطقي أن تستمر لغة الخطاب على حالها البعض انتقد مثلا مشاركة الرئيس منذ أيام قليلة في بعض المسيرات رفعت فيها شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وغيرها من الشعارات التي تتكرر كثيرا في إيران في هذه المرحلة على وجه التحديد هل من الحكمة أن تبقى لغة الخطاب على حالها دون تغيير في السياسة أو في طريقة التعامل مع الطرف الآخر أخيرا اجتمع عدد كبير من الطلاب الجامعيين مع سماحة الإمامة منه مرشد الثورة الإسلامية بسألوه أنه هل هذه التفاقية ستؤثر على السياسة العامة لإيران في مدابعة الاستقرار أو الفطرسة الغربية فتماحة المنطق منه أكد أنه نحن سنتمر في هذه السياسة يعني موضوع الاتفاق النووي حول برنامج النووي لا يعني أن إيران ستغير سياستها في مجابعة الغطرة العرب جيد لن تغير سياستها في التعامل مع الغرب لكن آخر سؤال هل ستغير سياستها في ملفات أخرى ربما تكون شديدة الصلف بما تعلق بالأموال التي ستحصل إيران عليها العلاقة مع الملف السوري مثلا ودعم النظام السوري العلاقة مع المشهد في اليمن كل ذلك ملفات متشابكة لا أعتقد أننا نستطيع أن نفصلها عن بعضها البعض المال لا يحل المشكلة أي مشكلة لو كانت بإمكان صرف الأموال حل المشاكل أو إيجاد أزمات وحل الأزمات لو كانت مليارات التي صرفوها بعض الدول الخليجية ما كانوا حلوا الغضايا كثيرة اليوم نحن أمام مرحلة جديدة وأعتقد أن الجميع متفقون على وجود حل الأزمات الإبريلية وإنها هذه الأزمات فلذلك أعتقد أننا في الفترة المستقبلية نحن سنكون أمام طرق لحل الأزمات في السورية وحل الأزمات في لبنان واختيار رئيس جمهورية بعد سنة من شهور حل الأزمات في اليمن وإيجاد حالات من هذا الاستقرار في كل هذه الأزمات في السورية أتمنى شكرا جزيلا سيد محمد علي مهتدي المستشار في مركز الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك كان معي على خطوط الهاتف لكن الأراء منذ بداية الصباح تتوالى كذلك إلكترونيا زميلي حزم الخلي يتابعها أهلا بك مرة ثانية أسؤال الرئيسي الذي نكرره منذ بداية الحلقة من الرابح ومن الخاسر من وجهة نظر متابعي نقطة حوار بالنسبة للمشاركين أونلاين محمد كل المشاركات تقريبا في الحوار تشير إلى أن الفائز الأكبر في هذه المفاوضات الشاقة والطويلة هي إيران السبب في ذلك يعود إلى براعة المفاوض الإيراني والصبر الذي تحلى به خلال هذه المفاوضات المشاركون كثير منهم يرون أن إيران استدعت أن تفرد كلمتها في هذه المفاوضات وأن تصل إلى ما كانت تريده في حين أن الخاسر أكبر هو الدول العربية خاصة الدول الخليجية مثلا علي يقول على صفحتنا على فيسبوك الخاسر الأكبر هي دول الخليج لأن أمريكا أوهمتها بأن العدو هو إيران وباعت لهم أسلحة بمليارات الدولارات واليوم أمريكا تتفق مع إيران على صفحتنا على تويتر يقول شكيب الهادي الخاسر الأكبر هي الدول العربية وسوف تتفرغ إيران لزعزعة أمن هذه الدول التي سوف تخسر ما لم تشكل قوة عربية موحدة لمواجهة إيران مشاركة أخرى بتوقيع فاتفضى مشروع تقول على العرب أن يتعلموا من إيران كيف يكون التفاوض فبفضل المفاوض الإيراني تم رفع العقوبات هذا المفاوض الذي يعرف متى يصرح ومتى يصمت إذا كان الخاسر الأكبر هو دول الخليج كما يقول المشاركون هل يتوقع مثلا أن تتغير طريقة التعامل من هذه الدول مع طهران؟ بالفعل محمد هناك من توقع تغير ما من جانب الدول الخليجية تجاه إيران بعد هذا الالتفاق الذي بالطبع سوف يعكس إيجابا على اقتصاد إيران وعلى دورها في المنطقة مثلا تقول ابتسام بالطبع المصالح سوف تتغير ففي السياسة لا صداقات دائمة ولا عدوات دائمة وإيران قوة اقتصادية وعسكرية لا يستهن بها في المنطقة والعالم إبراهيم البصري له نظرة أخرى تقول دول الخليج تخشى إيران وهي مكبلة بالحصار فما بالكم وقد فكت القيود عنها واقتربت من أمريكا والغرب بالطبع سوف يزيد نفوذها وتطول يدها نور الدين عبدالسلام توقع تغيرا مشروطا عبر عنه قائلا لا بد في البداية تغيير سياسة إيران نحو المنطقة العربية والتأكد من أن هذا التغيير سيتم من خلال التواصل مع السعودية بهذا فقط يمكن أن تتغير المواقف العربية تجاه إيران لكن أحمد حسين لا يؤمن بفكرة التغيير ويقول في مشاركته عداء الخليج لإيران هو عداء أزلي وليس بسبب برنامجها النووي هو عداء مذهبي عقائدي يعود إلى أكثر من 1400 سنة بس أغلب المشاركات أعتقد بتميل إلى أن إيران سيكون لها بالفعل دور كبير في المنطقة في الفترة القادمة هل تحدثوا عن أي دور تحديدا ننتظر؟ بالفعل محمد هناك من توقع هذا الدور من هؤلاء مثلا محمد الشهراني الذي يقول هناك جحيم ينتظر العرب بعد رفع العقوبات عن إيران واتفاقها مع الغرب على إدارة شؤون الشرق الأوسط خاصة السنة فالكل سيتأمر عليهم عروى الصادق له رأي مخالف يقول إيران لها نفوذ في عالمنا العربي والإسلامي وبمقدورها لعب دور إيجابي في حال توفقنا جميعا على اتفاق لمصلحة المنطقة لا شك أن المصلحة المنطقة مع إيران لكن هذا يتطلب احتراما متبادلا بيننا وبينهم تويتر دائما مليء بالكثير من الأراء المختلفة هل حظى هذا الموضوع باهتمام من المشاركين فيه؟ بالفعل محمد تويتر وفيسبوك هناك تفاعل كبير مع الاتفاق النووي بين إيران والغرب هناك أكثر من هاشتاج مثلا الكاتب السعودي جمال خاشقجي يقول في تغريدة له لو لا سياسة إيران العدائية لا استوجب الاتفاق ترحيبا سعوديا لكن الواقع يفرض عليها أن تعارضه وتضغط عليه دوليا ضد كل تفاصيله بل تعطله إن أمكن تغريدة أخرى للكاتب ياسر الزعاترة تقول بنت إيران مشروعا لأجل السلاح وليس سلميا لأن لديها فائد من الغاز والنفط فكانت العقوبات ثم تنازلت عنه لأجل رفعها ويسمون ذلك انتصارا أخيرا الداعية والمفكر السعودي سلمان العودة يقول إيران تسير وفق رؤية واضحة مدروسة وتستوعب حتى خصومها فأين حكومتنا العربية وأين مشروعها البديل لمواجهة التحدي شكرا جزيلا أنا حازم أبقى متابعا أرجوك حتى أعود إذا وردت المزيد من الأراء لكن أنا كذلك سأستمر في عرض الأراء المختلفة وأبدأ برأي ضيفي عبر الأقمار الصناعية من أرياض الكاتب والمحلل السياسي سيد سليمان العقلي سيد سليمان أهلا بك القرار أو الاتفاق أصبح أمر واقع بعد طول انتظار سواء في فيينا أو حتى لسنوات طويلة مضت التعبير الرسمي من المملكة أنه السعودية تأمل في اتفاق يعيد الاستقرار لكن دائما ما نشعر ببعض المخاوف ما أبرزها أنا أعتقد أن الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق هو الاستقرار في المنطقة الشرق الأوسط بكامله لأنه في الواقع هذا يوم كأيب للاستقرار في الشرق الأوسط لأن الغرب قرر سياسيا الانفتاح على إيران قبل الدخول في تفاصيل التكنيكية والفنية للمشروع النووي قرر أن ينفتح على إيران واتخذ التعاون المشترك بين الغرب وإيران لمحاربة التطرف السني أو ما يسمونه الإرهاب السني كغطاء لهذا الانفتاح وأعتقد أن هذا القرار هو في الواقع يوفر حنفية للحروب الإيرانية في المنطقة حنفية دعم اقتصادي ومادي للحروب الإيرانية في المنطقة ولكن ربما لا يكون كارثة بالنسبة للدول العربية لأنه ينبغي أن يكون للدول العربية ينبغي لها أن تبحث عن مشروع مضاد أعتقد أن المشروع مضاد هو مشروع الاعتماد على الذات مشروع تطوير القوة العسكرية والوحدة السياسية ومشروع تنويع الحلفاء الدوليين وتنويع مصادر التسليح نعم أنت أثرت في هذه الإجابة تقريبا أغلب النقاط معك يا سيد سليمان ولذلك نحتاج أن نقف عندها بالتفصيل دعني أبدأ بأولها مثلا فكرة أن الغرب صرع كثيرا من التفاصيل التقنية وإن يختلف كثيرون معك لأن صار لنا سنوات طويلة نبحث في هذه التفاصيل لكن فكرة التسريع لأنه كان بحاجة إلى حليف قوي فيما يتعلق بحربه على الإرهاب أليس هذا تقصير من دول العربية ومن دول الخليج أيضا هي لم تقدم الحليف الملائم لمساعدة الغرب على درء المخاطر التي يخشاها لذلك لجأ إلى إيران التي تبدو أنها أكثر قدرة لا إيران ليست أكثر قدرة في الواقع هي أكثر قدرة على التخريب لأنه إذا حنا أمعنا النظر في المنظمات الإرهابية نجد أنها تمول وتدعم من إيران وتجد في طهران محظر رئيس لها والأوراق التي نشرها الأمريكيون عن مراسلات باللدن يعني فيها بعض الإجابات عن علاقة باللدن في طهران وعملية ترحيل عائلته وبعض المجندين من إيران إلى دول أخرى وأنا أعتقد أنه بالفعل مشروع الإرهاب السني خلق وضخم ومول ودعم من أجل تحقيق هذه الصفقة لأنها في الواقع الصفقة كانت تحتاج لمظلة أو تحتاج إلى غطاء والغطاء هو مكافحة الإرهاب ولذلك نحن نجد الأمريكيين يتعاونون مع الإيرانيين في العراق ونجد أن ما يسمى الطائرات المجهولة تحلق بجوار الطائرات الأمريكية فوق تكريت والرماد سنبحث في بعض النقاط التي قد يراها البعض الإيجابية في الاتفاق لأعرف وجهة نظرك فيها وأيضا البدائل أمام دول الخليج يا سيد سليمان لكن اسمح لي أن أخذ بعض الاتصالات الهاتفية كذلك هاني محمد يتحدث إلينا من إيران أريد أن أعرف وجهة نظره بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رمضان كريم الله أكرم عزيزي أهلا وسهلا تفضل في البداية أنا عندي تعجيق وعند السؤال من نظيفكم المحترم وأعتقد على صراحة الكلام في البداية أبارك لجميع المسلمين لأن هذا الانتصار ما يصف بس إيران والجميع المسلمين العادة خاصة مظلومية منهم وجميع العرب أنا ما أعرف ماذا خسروا بلدان المنطقة وما خسرت العرب من هذه الاتفاق هذه علامة استفهام بوقراتي نحن هذه الاتفاق أثبت فأن إيران بري من أي تهم وتثبت سلمية فعاليات النووية الإيرانية نحن في إيران عندنا عدو عدونا الوئيد في المنطقة هو إسرائيل الصهاينة يعرفون جدا ويقترفون بهذا الموضوع وباحتقادي أي أحد يخاف وعنده قلق من هذا الاتفاق هو حليف الإسرائيل والصهاينة الدول بمجملها ما زالت خائفة يا هاني يعني لا نستطيع أن نزيل عنصر الخوف مرة أخرى نكرر كثير هي الأطراف الدولية التي تحدثت بطريقة ترجع للبعض يشعر وكأن إيران ما زالت في فترة اختبار يعني هناك حالة من عدم الثقة أين ستصرف إيران الأموال بداية وما إذا كانت ستلتزم بما تعهدت به أم لا أنا أريد أجل لك في السلام وأن هو من سأل خوف هم الضهاينة وهم إسرائيل وأنا بصراحة أقول لك أخفت السعودية اللي حليفة لإسرائيل الذي زادت المنطقة وطرفت الأموال لمنع وصول إيران لمكانة الأصلية في المنطقة وعدم وصول أي اتفاق بدعم الإرهاب الذي أسس وموّلوا وسلحوه والذي ولد منها داعي خلينا في الاتفاق لأن نفس الاتهام يوجه لإيران أنها تدعم الحثيين في اليمن وتدعم حزب الله في لبنان وتدعم النظام في سوريا على حساب المعارضة وتموّلوا بالسلاح وخلافه هذه الكثير من القضايا تحتاج كل واحدة منها لحلقة ربما أعود مرة أخرى إلى الاتفاق وما الذي سترتب عنه والتغييرات التي قد تطرع حتى على السياسة الإيرانية من وجهة نظرك إذا كانت تريد فترة مصالحة حقيقية مع المجتمع الدولي يا أخي المحترم نحن عندنا مبدئيات ولا نعبر هاي المبدئيات إن السياس عندنا فطوة حمر نحن غعتنا مع الدول العظمى معهم أمريكان أمريكان أحد اللي كانوا مع هذه الدول الخمسة زائد واحد يا أخي نحن عندنا مبدئيات إنسان هي استكبار العظمى في المنطقة وفي العالم هاي من ناحية نحن الإيرانيين ونحن نساعد المظلومين أينما كانوا نساعد إنسا بعظمة لسانة قريب نساعد السوريا نحن نساعد حكومة سوريا الكرعية يا أخي ما بعد الآن أصغط حكومة تشار الأسد ما بعد الأسد يا أخي تكون لداعش والإرهابيين الذي أعطوهم إلى أمال السعوديين وهم ما يقدرون يسيطرون عليهم طيب والآن نراهم وعندي سآلين لو سمحت من ضيفة الكريم فضل لأننا في إيران جدا جدا متأبدين من جارتنا اللي كانت صديقة لنا هي السعودية طيب أولي الأسئلة أولي الأسئلة هاني سريعا أرجو فضل سآل 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 الأول لماذا طممتوا صوتكم إلى صوت الصهاينة وتقولون مثل ما يقول الصهاينة يعني أتقارب ما بين إسرائيل والسعودية هذا سؤال الأول الثاني أرجو السآل الثاني لماذا تقتلون شعب اليمنيين هل عندكم إحصايات من قتل أبطال والنساء في شهر رمضان طيب هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر يا هاني ربما ليس موضوع الحلقة اليوم لأن مرة أخرى هناك من يتهم إيران بشكل مباشر أنها تدعم الحثيين وهم مسؤولون عن قتل الكثير من الشعب اليمني في الجنوب لكن السؤال الأول السؤال الأول ربما يجيب عليه السيد سليمان التخوف من التقارب البادي ما بين وجهة النظر السعودية ووجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق برفض هذا الاتفاق الذي تم مع إيران وحتى البعض يذهب إلى احتمالية وحتمية أن تتعاون السعودية مباشرة مع إسرائيل في المستقبل القريب نحن نذكر أن إيران تقاسمت الرأي مع إسرائيل ضد نظام صدام حسين وأنها اشترت أسلحة إسرائيلية أثناء الحرب العراقية الإيرانية تقاطع المصالح في العلاقات الدولية يحصل حتى أحيانا بين الأعداء هل معنى ذلك أن السعودية بالفعل ستلجأ إلى التعاون مع إسرائيل لهزيمة هذا الاتفاق وتجاوزه لا لا أطلاقا لأنه أولا الحرب إسرائيل الآن تتخذ غطاء لقتل الشعوب العربية ولضربها بالبراميل المتفجرة وبالمدافع سواء في العراق أو في سوريا إيران تعتقد أن الوصول للقدس أو هذا الشعار المخادع هو يتم عن طريق استعمارها للعراق واستعمارها لسوريا ولبنان وبقية الدول العربية ولن تتيح لدول العربية تحقيق هذه الطموحات الاستعمارية هذا الخطاب الوارد من طهران الذي سمعناه قبل قليل يعكس الطموحات الاستعمارية الإيرانية نحو الهيمنة على الدول العربية وهذا هو مصدر قلقنا بس هل القلق هل القلق عليه إجماع يا سيد سليمان بين كل دول الخليج هل يتفق جميع دول الخليج مع المملكة لأن هناك من يقول أن الإمارات مثلا ترحب كثيرا بهذا الاتفاق الذي تم الذي سينعش البلد اقتصاديا كثيرا سلطنة عمان مثلا تبدو بعيدة عن المشهد ولا تشعر بالقلق الشديد الذي تفضلت لماذا يشعر كثيرون أن هناك حالة من البلبلة داخل مجلس التعاون الخليجي ولا يوجد موقف موحد نعم أولا يهمني أنا موقف المملكة العربية السعودية وهي الدولة الرائدة في التصدي للطموحات الاستعمارية الإيرانية وهي الآن التي تقف في الصف الأول من يقف معها فهو يقف مع الأمة ومن ينافق السياسة الأمريكية هذا شأنه لكن نحن نتحدث عن دول الخليج التي دائما مكانت رابطة واحدة والسعودية نفسها كانت تفخر كثيرا أن الموقف الخليجي دائما على قلب رجل واحد كما يقال هل معنى ذلك أننا لدينا شق في الصف؟ لا صراحة الشراكة بين الخليجيين والأولادات المتحدة شراكة تاريخية والفكاك منها أو الاختلاف معها يعني ترى لا يتم بهذه السهولة وبهذا اليسر ولذلك ربما نجد خطاب دبلوماسي يعني يجامل الأمريكيين حتى لو صدر حتى من الرياض لكنه في واقع الأمر وكما رأينا في مؤتمر كام ديفيد رأينا خطاب دبلوماسي ولكن رأينا تحولات جيوستراتيجية في المواقف الخليجية بعد القمة ولذلك أنا أعتقد أن الخطاب الدبلوماسي لا يعبر في الحقيقة عن المصالح والتوجهات الاستراتيجية لدول الخليج والتي ينبغي أن تعيد النظر ليس في نوعية تحالفاتها الدولية وإنما لتوسيع مروحة هذه التحالفات والإكثار وزيادة الخيارات من أجل ووضع مشروع سياسي يواجه مثل هذا التحالف الأنجلو فارسي لأنه في الواقع أنا أنظر له نعم أنظر لهذا الاتفاق بفكرة أنه يؤهل لتحالف سياسي بين أمريكا وإيران ولا يمكن لأمريكا أن تقول للخليجيين أنا حليفكم في نفس الوقت الذي تتحالف مع خصمهم السؤال المعكوس يا سيد سليمان لماذا لا يمكن أن يكون بداية لتأسيس تحالف عربي إيراني هذه المرة واستغلاله بشكل إيجابي لصالح الدولة العربية لكن هذه النقطة سأعود لها عندما أستمع لوجهة نظر خالد خالد يتحدث من العراق يا خالد فضل فالد من العراق حمدان حمدان يتحدث من الأحواز شكرا شكرا على المداخ شكرا أخي أنا أسأل ضيفكم العظيلي من السعودية أقول لها أنه نتنيا قال نحن نتعاون مع الدول مع بعض الدول العربية التي تخالف الاتصاغ الإيراني والغوى الكبرى ويقصد لهذا التعاون يقصد السعودية بالذات لأن بغية الدول الخليج كلها طيب سيد سليمان قال أن إيران كانت في فترة من الفترات تتعاون مع إسرائيل هذا ليس موضوعنا أرجوك أنا أريد تعقيب على الاتفاق الأخير سلبيات وإيجابيات والرابح والخاسر من وجهة نظرك أنا أتساعد ضيفك أنه تتكلم في الشرق والغرب كلها هل صحيح أن نتنياون يتعامل مع ملوكك وولاة أمرك الأقصال سلسطينيين يا نتنياون يتعامل مع أولاتي سيد حمدان هذا الأمر مغبول للمواطنين نحن تحدثنا عن هذه النقطة والسيد سليمان عقب عليها بالفعل فخلينا نستغل الوقت أرجوك أعرف وجهة نظرك في الاتفاق نفسه سلبياته وإيجابياته سريعا الاتفاق الحمد لله جنب المنطقة حروب جنب المنطقة حروب وتداعيات وهو بنافع المنطقة لأن تدري إذا وضع حرب إذا ما تم الاتفاق يمكن أن يوضع حرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران طيب هل ستغير إيران من سياستها تعتقد كي تتناشى سياستها في المرحلة القادمة مع التقارب الذي أحدثه هذا الاتفاق أم ستبقى على ذات النهج النقاش كما قال السيد الخامناني فقاب حول الاتفاق النووي ولا غير ولا يتعدى قال السيد الخامناني أنهم طلبوا مننا أن نتنافج حول وضع العراق ووضع سوريا واليمن ونحن رصبنا عن نقاش فقط حول الملف النووي ولا يتعدى حمدين حمدين شكرا جزيلا لك سيد سليمان ما يتعلق بالمستقبل البعض يطرح علامة استفهام لماذا لا يكون هذا الاتفاق بداية لحوار استراتيجي ما بين الدول العربية وإيران الدول العربية نفسها بحاجة إليه يكون هذا مدخل لتجاوز الخلاف الواضح في العلن وأيضا الذي يتم من تحت الطاورة إذا سحبت إيران حرسها الثوري من سوريا وجيشها من العراق وخبراءها من اليمن وإذا توقفت عن تصدير العنف للمنطقة العربية يمكن الحديث عن تعاون استراتيجي بس هو مش نفس الحال بالنسبة للسعودية يا سيد سليمان أيضا إذا أوقفت السعودية من طلعاتها على اليمن وأوقفت دعم المعارضة في سوريا يعني الاتهامات تكاد تكون متطابقة تقريبا بينكما الموقف السعودي يا أخي محمد رد فعل للاعمال الإيرانية لأعمال العنف الإيرانية لأن إيران هي التي مدت الحوثيين بالأسلحة عبر جسر جوي وعبر جسر بحري وهي التي تساند الأسد في حربه ضد شعبه الشعب العربي المسلم وهي التي تقصف الفالوجة والرماد الآن بالطائرات مشاركة للطائرات الأمريكية هم يحاولون الضحك على الأمة بأنهم يقاتلون أمريكا وإسرائيل بينما هم في السر وفي الصلاة المغلقة يتحالفون مع أمريكا ومع إسرائيل نحن نعرف أن طموحات الإيرانية طموحات استعمارية وهي أعلنت من طهران بأن الأمبراطورية الإيرانية سيطرت على أربع واصم وأن بغداد هي عاصمة الأمبراطورية الفارسية هذا كلام أعلن آخر شيء يا سيد سليمان البديل أمام دول الخليج إذن التوجه إلى روسيا كما حاولت السعودية أن تفعل سريعا أنا أعتقد أن الاتفاق النووي فرصة كبيرة للدول العربية الرائدة القادرة على أن تنشئ مشاريع نووية مماذلة المشروع الإيراني يعني فيها أجهزة طرد مركزي وتخصيب منظم لليورانيوم وعملية إنتاج ذري للأغراض السلمية ينبغي للمملكة العربية السعودية بالذات وعلى فكرة المملكة لديها بنية تحتية قادرة المملكة أنشأت معهد للطاقة الذرية منذ منتصف الثمانينات منذ كارثة شرنوبل شكرا جزيلا يا سيد سليمان وعذرا لمقاطعتك لاسف الوقت انتهى سيد سليمان العقيري الكاتب المحلل السياسي السعودي من رياض شكرا جزيلا لك سريعا الوقت الباقي لحزم الخول يعرض لنا بعض الأراء محمد من بين ما وصلنا من المشاركات ما يقوله عمر الفوزان يقول بعد هذا الاتفاق سوف تصنع إيران الأسلحة النووية على نار هادئة وسوف يزداد الإرهاب والفوضى بالعالم أجمع خالد العطالة يقول إيران كانت مستعدة للتوقيع على أي شروط طالما ضامنت أنها ستصبح شرطي المنطقة عبد العزيز أحمد يقول سوف يستمر ويقوى دور إيران التخريبي المتمثل في إثارة الفتن والقلاقل ودعم الميليشيات الطائفية الموالية لها بعد هذا الاتفاق عز الدين أحمد يقول في مشاركة أخرى إيران شئنا أما بين هي اللاعب الرئيسي في ملفات المنطقة والاتفاق الغربي معها سيقوي قبضتها ويطيل أزمات المنطقة ويعقدها عبدالإله العياشي يستنكر رد الفعل الإماراتي ويقول الإمارات تسارع للمباركة لإيران ماذا يعني هذا التصرف المفرد أليس الأجدر عقد اجتماع طارق لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إليك محمد شكرا جزيلا أنا حزم عن هذه المشاركات الحوار يتواصل معكم عبر خطوط الهاتف إذا عين هذه المرة عبر أثير بي بي سي معي أنا محمد عبد الحميد أستقبل اتصالاتكم بعد قريب إلى اللقاء اشتركوا في القناة